قيل لهم إياكم وكييف وهكذا جاء ردهم القطة تلازم الجندية في ميرانه وفي الميدان لتعويد أذنيها على صوت الرصاص حروب قوم عند قوم فوائد مثل ينطبق على هؤلاء سجناء الأوكرانيين من أصحاب الخبرات القتالية الذين حصلوا على براءة مشروطة بالقتال أمام موسكو ووزعت عليهم الأسلحة في أوكرانيا لا تعد القطة كائنات كسولة وتقضي معظم وقتها في النوم بل تتولى مهام عسكرية القطة نتركها تسير أمامنا هنا فإذا كان هناك لغم ينفجر بها وتنقذ بذلك أرواح جنودنا القطة في الجيش الأوكراني تدرب على اكتشاف وتوجيه مواقع القناصين ويطلقون عليها نمور خاركوف الرئيس الأوكراني بات يفقد ملفات القوة لديه واحدا تلو الآخر ويخذل من قبل الغرب لجأ لحل يرى أنه يشكل ضغطا على القوات الروسية التي تعتبر الآن على أعتاب بابه مباشرة هنا تعم الفوضى أنحاء سجن الأوكراني والذي يعد من أعتى سجون العالم يقبع فيه سجناء من أصحاب الخبرات القتالية والعسكريين المشقين عن أوكرانيا أبرم زيلنسكي صفقة معهم بإطلاق صراحهم مقابل القتال في مواجهة موسكو القوات الروسية تحاصر أوكرانيا الآن من ثلاث جهات والصور الأوكرانية تقول إن حال بعض مدنها كأن لم تغنب الأمس وفي ضوء تسارع الأحداث بين موسكو وكييف وتصاعد حدة العقوبات المسلطة من الغرب على روسيا يظل استخدام القوة المفرطة أو الانسحاب هزيمة لأوكرانيا وبوتن ما زال يلوح بإمكانية استخدام الأسلحة النووية ومتمسكا بقبول شروط موسكو للتفاوض ولسان حاله أجارتنا إنا غريبانها هنا وكل غريب للغريب نسيب فإن تصلينا فالقرابة بيننا وإن تصرمينا فالغريب غريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر